موسيقى المورد الثاني الوافي بالوفيات الصفدي قال ابن العلقمي الوزير محمد بن محمد بن علي ابو ظالب الوزير المدبر مؤيد الدين مؤيد الدين ابن العلقمي البغداد الرافضي وزير المستعصم ولي الوزارة 14 سنة فأظهر الرفض قليلا فأظهر الرفض قليلا وكان وزيرا كافيا كان وزيرا كافيا خبيرا بتدبير الملك ولم يزل ناصحا لأستاذه ولم يزل ناصحا لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدوادار أو الدويدار لاحظ هذا ينسف ما ذكره الصفدي ينسف ما ذكره وما يذكره أمة التيمية أمة المارقة الفكرية هناك يقول مباشرة عنده التهمة كان جلدا خبيثا لاحظ هنا ذكر مواصفات له أعطى حقيقة ما يتصف به ابن العلقمي وأمانة ابن العلقمي وصلاح ابن العلقمي إلى أن يقول حصل بينه وبين الدوادار أو الدويدار أقول هذه شهادة بالخبرة والتدبير والكفاية والأمانة والنصحة لابن العلقمي هذه شهادة لابن العلقمي من خصومه وأعدائه تذحظ كل أكاذيب ابن تيمية وأقرانه المدلسة التي تصق كل خيانة ورذيلة وعمالة وكفر وإلحاد بابن العلقمي لا لشيء إلا لتبرير فشلهم وانهزاميتهم وانحراف منهجهم وإمتهم ولتخدير العقول كما بين الكوثري وللتشويش على الفكر ولتخدير العقول ولإتمام أساطيرهم وخرافاتهم وتدليسهم الإقصائي التكفيري القاتل أما ماذا وقع بينه وبين الدويدار فقد مر علينا وسنطلع على ما حصل حسب تصورات الصفدي يكمل الصفدي يقول فأظهر الرفض قليلا ولم يزل ناصحا لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدويدار لأنه كان يتغالى في السنة وعضده ابن الخليفة سانده ابن الخليفة إذن يقول فأظهر الرفض قليلا ولم يزل ناصحا لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدويدار مشكلة خلاف لماذا يقول لاحظ لأن الدويدار ابن العلقمي ذاك ابن العلقمي فأظهر الرفض قليلا والدويدار كان يتغالى في السنة وعضده ابن الخليفة تعليق هنا أيضا ينكشف جهل وتدليس المنهج التيمي المارق فالذي وقع بين ابن العلقمي والدويدار بمعاضدة ابن الخليفة من مجزرة كبرى وإبادة جماعية وانتهاك كل الأخلاقيات والمحرمات التي قام بها الدويدار وابن الخليفة ضد الشيعاء أهل الكرخ في بغداد كان السنة 655 هجري أقول هذه الجريمة التي وقعت المجزرة التي وقعت في سنة 655 هجري فيثبت كذب وافك وافتراء كل من يدعي الخيانة والنقيصة بابن العلقمي قبل تلك الواقعة الشنيعة في سنة 655 هجري وقد ثبت يقينا وأثبتنا أن هولاكو قد قصد احتلال بغداد وإسقاط الخلافة فيها قبل تلك الواقعة بسنين بل مشروع احتلال بغداد من أساسيات الغزو المغولي التتري منذ عهد جد هولاكو قبل أكثر من أربعين عاما من سقوط بغداد وقد جرت أدة محاولات لتحقيق ذلك لكنها لم تفلح فما دخل وما تأثير ابن العلقمي على قرار وعزم وإسرار المغول على إسقاط الخلافة في بغداد ترجمة نانسي قنقر